بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث عن أن كلام الأئمة العارفين بالله تعالى الثابت نقله عنهم مستمد من الكتاب والسنة في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى من الأدلة على الفهم الخاص أي تفهيم الله تعالى لمن شاء من عباده فهما فوق فهم ما رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار أي ريح حار شديد فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فقالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء أي لي فيها فهم يا أمير المؤمنين فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل فقال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله تعالى عز وجل ثم بعث الله تعالى له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله أي أهلك أعماله الصالحة التي عملها من قبل فساءت عاقبته عياذا بالله تعالى فأبطل بعمله المعاصي عند كبر سنه ما أسلفه فيما تقدم من العمل الصالح والحمد لله رب العالمين